بيّن رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد أن ظاهرة سلاخ قشرة التمر عن اللب تحتاج إلى دراسات وأبحاث علمية في ظل الخسائر التي تلحق بمستثمر هذا القطاع نتيجة هذه الظاهرة جاء ذلك خلال تنظيم الجمعية ندوة إرشادية بهدف زيادة جودة الإنتاج والحد من الخسائر أو خسائر التسويق لمنتج التمر الأردنية والتي عرض خلالها الخبراء وأسباب هذه الظاهرة وكيفية الحد منها وتجنبها هذه الظاهرة تؤدي إلى خسائر اقتصادية تصل إلى حوالي 8 إلى 10 مليون دينار سنويا وهي ظاهرة فسيولوجية الجامع الأردنية ومركز البحث ووزارة الزراعة جندوا جهودهم إلى جانب أيضا جامعة الملقاء التطبيقية وصندوق دعم البحث العلمي لدراسة أسباب هذه الظاهرة والأبحاث الموجودة حول هذه الظاهرة عالميا محدودة جدا ولذلك لا بد من إجراء بحث خاص أردني في المنطقة الأردنية وفي الإقليم الأردني وفي المناخ الأردني ترجمة نانسي قنقر